كيف نكتهد في هذا الشهر؟ كيف نفوز بثوابه وأجره؟ ونضع خريطة أو نضع يعني بيسموها جدوى العمال لهذا الشهر الكريم خصوصاً احنا كمان يعني الأيام بتجري بسرعة جداً ونقترب بقى من حلول الشهر الأعظم شهر رمضان المبارك إن شاء الله نعم شوفها دكتور عمر احنا عندنا رقم واحد السنة البارزة جداً والتي تحدثنا عنها منذ قليل اللي كان سيدنا النهو صلى الله عليه وسلم بيحفظ عنها عليها دايماً اللي هي سنة الصيام فكان معظم يصوم معظم شهر شعبان دلوقتي أي حد بيسمع كلامي ده ربما يعني يواجه بحديث وده حقيقة في حديث لسيدنا النهو صلى الله عليه وسلم بيقول إذا انتصف شعبان فلا تصوموا هل الكلام ده صحيح ولا لأ الحديث ده صحيح ولا لأ هنقول إن الحديث ده في بعض العلماء صححوا وبعضهم ضعفوا فلي ضعفوا قالك لا غير صحيح أنت صوم طول شهر شعبان ودل على كده إن كان سيدنا النهو يصوم معظم شعبان طيب اللي صححوا الحديث عملوا إيه مع اعترافهم برضو إن النهو كان بيصوم معظم شعبان وهكذا قالوا بعضهم قال إن الحديث ده منسوخ زي الإمام التحاو كده قالوا الحديث ده نسق خلاص لم يعود موجودا وبعضهم وهم منهم سيدنا الإمام الشافع رضي الله عنه وارضاه قال إن الحديث ده مختص من بالناس اللي ملهاش عادة بالصيام أبدا إلا في رمضان فواحد ما بيصومش غير في شهر رمضان طول السنة وما صامش أول شعبان ولا له علاقة بالصيام في أي وقت في العام هيجي يبدأ صيامه من نص شعبان غير منطقي فده اللي يتقلو بقى إن الرسول قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم أما غير كده صوم حتى إلى نهاية شعبان إلا يوم الشك بس اليوم الذي يسبق شهر رمضان مباشرة أو قبل رمضان بيومين لا تسبق رمضان بيوم ولا يومين ده الوجب الأول الوجب الثاني علينا أن نهرع إلى المصاحف المهجورة من رمضان الماضي مصيبة المصائب عند كثير من الناس أن المصاحف لا تخرج إلا في رمضان وأنا أخشى على هذه الأمة وأخشى على نفسي في المقام الأول من شكاية يشكوها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة فمش عايزين يا جماعة المصاحف تبقى غريبة في عالمنا في واقعنا لأن إحنا أمة ربنا أكرمها بالقرآن وأعزها بالقرآن لو ابتعدنا على القرآن زللنا وخزينا وكل شيء وكانوا يقولون السلف الصالح كانوا يسموا شهر شعبان شهر القراء من كسرة قراءة القرآن فيه والاستعداد فيه رقم ثلاثة من البرامج والخطوات العملية عايزين نشوف صلة الأرحام أخبارها إيه؟ صلة الأرحام الأرحام المقطعة والحقوق المضيعة والمواريس المنهوبة في عالم الناس النهاردة دي من أكتر الحاجات اللي بتحول بين الإنسان وبين قبول العمل وبين رفع استجابة الدعاء وبين رفع الزكرة ربنا بيقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه في حاجات يا جماعة بتحول بيننا يا دكتور عمر وبين قبول العمل وبين استجابة الدعاء فمن ضمنها قطعة الأرحام ربنا سبحانه وتعالى قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم كمان من الحاجات المهمة جدا تنقية القلب ده في حديث من الأحاديث المرعبة في فضاء الليلة النصف من شعبان إن ربنا بيطلع على جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك ومشاحن أحسنتم إلا لمشرك ومشاحن شايف يا دكتور ربنا سبحانه وتعالى إزاي سيدنا نفسه وسلم والمبلغ عن الله خلينا الأول في المشاحن قبل المشرك تخيل حضرتك يعني المشرك مفهوم هو إيه بالزبط يقرن يقرن بس أشوف الاتنين زي بعض تخيل حضرتك يقرن في الجرمة وفي إحباط العمل وفي ضياع بين المشرك والمشاحن شيء مرعب جدا ليه لأن لا مكان في الإسلام ده أمين هو المشاحن المشاحن الحقود اللي بينه بين أخيه شحناء وضغينة وبيكره الناس وبيحقد على الناس ولذلك حضرتك في حديث تاني برضو إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيغفر للناس مغفرة عامة يقول للملائكة إيه أغفروا لجميع خلقي إلا هؤلاء المتشاحنين المتخصمين يا جماعة اللي بينه بين أخيه شحناء ربنا يقول للملائكة أخروا هذين حتى يصطلحا لا خليهم بقى لما يصطلحوا بقى يبقى يدخلوا في زمرة المخمولين يعني أفهم من كده نعم إن الأخ اللي مخاصم أخوه عشان الميراس كرسة مشاحنين طبعا والأخ اللي مخاصم أخوه عشان مرات الأخ وقع مع مرات أخوه مشاحنين أحسنت يا فاند والأخ والابن اللي مش بيبر أبوه أمه عشان خاطر مراته ولا عشان خاطر أي أسباب أخرى مشاحن والبنت اللي هجرت أبوها واللي رمت أمها في ضرب مسنين وسبتها ومعبرتهاش عشان خاطر جزها مشاحنة الله أمه سلم وأقدر أقول إن الأبن اللي مش بيبر أبوه مشاحن والأخ اللي مش بيبر أخوه مشاحن طبعا والإنسان اللي كان فيه صلة رحم بينه ومن آخرين وقطع صلة الرحم عشان خاطر المال وغيره وغيره مشاحن لو إحنا بنتكلم بالمنطق ده نعم أتصور إن إحنا عندنا مشكلة حقيقية بلا شك